مرحبا بكم معنا في هذا الأمسية أمسية شهر رمضان الكريم يمت قليلة تفصلنا على العيد العيد اللي فيه الأفراح والحلويات ولكن قبل هذا شيء عنا الختان هذا الموضوع اللي يهمنا ويهمكم تما ولهذا رحو معنا لدكتور تيتراوي المختص في جراحة الأطفال مرحبا بك دكتور سحر رمضانك الله يسلمك سحر رمضانكم طبق قبل إن شاء الله إن شاء الله إذن كما قلت اليوم رح نتكلمو على الختان هذه العملية اللي تندير جنيغا المو في الامات الآخرين قبل العيد لنكما دمينا دكتور لو كانت تعرفنا ما هو الختان الختان هي عملية جراحية يقوم بها الجراح يعني هي عبارة عن نزع للجلد زائدة من الجهاز التنسل لذاكاري يعني تندير لأسباب ثقافية وذينية وممقفوة صحية في هذا الموضوع هناك كل واحد عنده الطريقة التعول لكن كان طريقة صحية ليندير بها الختان كيف تشترونه دكتور؟ الطريقة الصحية هي عبارة عن عملية جراحية يجب أن يقوم بها جراح في مكان يعني معقم يعني بلوكوبراتور بأدوات معقمة هذا هو الليسانسيال بالتخدير التخدير كيف يكون يقوم بتخدير موضيعي يعني إنيسيسيال والأنيسيسي جنيرال يعني هاتف العام التخدير الموضوعي ما يكونش قبل طروة مواء يعني تشهر من العمور تجميع خاطر على صحته والتخدير العام قبل بعد بعد سي مواء ستة وهو من الأخرى الزهاجة التكنية الشروريجية كل واحد كيف يخدم كل الشروريجية كيف يخدم صديقه اللوكال كل واحد وتعالي ومع صحية تاعه أو لا الله تاعه سبعا، سأتكلم عن الله دكتور دائماً الأولياء يقول لك خطنك يزيد لا لا يجعله كبير ما هو السن؟ نقدم خطنه فيها نحن في المجتمع تتبع الدين دين سبع أيام عمره وكي نضع ثقافة يعني العادة التوان نخطنه 4-5 سنين وهذه ليست مليحة بوصة هي طبياً يقول لك من الأفضل قبل عامين لماذا يحصل على دراسات يصابون قبل عامين الخيطان ينقص بالنسبة الرسكو على الانفكسس من المجتمع من المجتمع يعني الأطفال ينقص الرسكو على الانفكسس على خطرات على واحد من المجتمع هذا يسمى المجتمع لكن يكون من الأفضل قبل عامين لذلك ما يحصل في المجتمع لم يكشفها مشكلة سبع أيام وعشرين يوم لم يكن حتى مشكلة من المجتمع من المجتمع من المجتمع من المجتمع من المجتمع سمع المجتمع وحسبوا أن المجتمع من المجتمع لذلك مجتمع أسرع الوقائي حتى خطأ ، لا يجب علي ح Angelата يصبح writer من Blowego يبدوا بلللل بشكل لانه mist Zumlac خطأ يهتم حاليا حتى ينقص الميزان تاعه لكي تجي الختنى الجه أستيتيك. خيب، الساعة تشفنا عند بعض الأطفال لما يختنونهم ويفوتوا أيامات، يعني بعض المضاعفات. الخيتان جنرالي لا ندار عند جراح في مكان معقم، يعني وبأدوات معقمة، لا يوجد الكثير للمضاعفات. أخرى من النزيف، ولا دار الجراح وكان يدار الخيتان سواء سواء، جنرالي لا يكون نزيف. أولاً الانفكتان الانفكت يا له . ثانيا لا يجب أن نقوم بحقه يجب أن ينقص المسكتر ونفخ ونفخ بأيام أن نستعمل بحقات المخدومة المزيدة لكي نحصل على حقات المسكتر حقا، رأيتنا أخرى الآخرين الذين يعودون لهم خطانة لا تنفخ من خطانة الخطان في مواضيع كان المختلف للبقى أجل يدفع الجسون في المملكة ومن من منذك توحر لحثوات إستيتيية وهناك الكثير من قلوب البيوتر ومنذك ينقل لحثوات شنوية أو آخر نعود أن تجعل طفول تصوير نكبير 4 أو خمس سنوية حتى يجعل تكبر حضواتها لا يمكن أن نعودها وايساً ما هي النصائح التي تقدمها لأولياء الذين يتم معنا ؟ وأنهم سيكونوا على الموضوع عند قريب؟ بمناسبة شهر رمضان يوجد الكثير من الاختيار الخيتان الأولى يجب أن يدرون جراح في مكان معقم أدوات معقمة هذه هي الحاجة الأولى يجب أن نبيتي والخيتان الجماعي والخيتان الجماعي يجب أن يسرى في الغلطة والجراح يعيش الأدوات يمكن أن يكون محقمة مليح هذه هي الاختيار ولكن هناك أدوات هؤلاء المنظمة والخيتان الجماعي والأضوات الجماعي لابدت بمليحة والخيطان الجماعي والخيتان الجماعي والموال والخيتان الجماعي لابدت أمثال التي تبقى مخدمين من البيل نبدأ أدوات الثانية لما أردت إطلاعا الذين ن Langwech أجل أن يكون فيها قليل ألم من بعد أن نقدر الحفلة من بعد أن نقدر الفترة يارتك الصحة دكتور شكرا على وجودك معنا في أيامات الآخرين على بلبي اللي عندكم سفر الخدمة ولكن هذه هي رسالة أكيد أن الأولياء سيأخذوا بعين اعتبار كل النصائح التي قدمتهم نتلاقهم إن شاء الله في فرصة الثانية ويقول لك صحاعدك إن شاء الله لا يقصي ربيط قبل إن شاء الله وصحاعدكم آمن يعتك صحة شكرا شكرا لكم أنتما لتبعتنا إلى اللقاء